أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإذا إلى الأبطان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يحصرون وسباء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشر الرحمن بالغي فبشروا بمغفرتهم وأجر كريم إنا لهم نحيي الموتى ونكتب ما قدهم وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم ثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إننا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشع مثلنا وما أنزل ورحمان من شيء إن أنتم إلا تأذنون قالوا ربنا يعلم فينا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا فطيرنا بكم لئن لم تنتبوا لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسركون وجاء من أحصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم هتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أعتقد من دونه آلهة إن يردد الرحمن إن يردد الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا من نزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزرون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرور أنهم إليهم ولا يرجعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرور أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أبلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كل ذا مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منها فإذا هم مغلمون والشمس تدري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازلها التاعات حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نبرقهم فلا صريخ لهم ولا ينقضون إلا رحمة لنا ومتاع الملاحين وإذا أقيل لهم اكتروا ما بين أيديكم وما خلقكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها عربين وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أمطحن من لو يشاء الله من لو يشاء الله أطعمه إذ أن تتك إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون طوصية ولا إلى أهدهم يرجعون ونفخ في الصور فإلا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محررون فاليوم لا تظلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أخحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في ظلال عن الأرائك متكيرون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيضا مجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأني عبدوني أنا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكنوا تعقلون هذه جممم نفسيكم وتبتم ترعجون إصلوا هاليوم بنا كنتم تكفرون اليوم نغتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا ينجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي لا إمه وإلا بكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحفق القول على الكافرين أولا يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالدون وذلل الله ألم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشار أفلا يشكرون واتخذوا بإنتوا بالله آلهة لعلهم صرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جهود محررون فلا يحزنك قولهم إنا لعمل ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أما خلقناه من نطفا فإذا هو خصيل مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام من يرمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارى فإذا أنتتم منه توقدون أبليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمروا إذا أراد شيئا أن يقول لهم فيكون فسبحان الذي بيده ملكون كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه من بيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغر في الميزان وأقيم الوزن بالقصط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأمام فيها فاتهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العص والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخور وخلق الجان من مهرج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما الأولو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في الشأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرق لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أخطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماوات والأرض فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون يعرف المجرمون بسماهم فينخذ بالنماصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مقتكين على لفوش بطرينها من استبرق فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيننا لنضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدتكئين على أخرف الخضر وعبطرهم حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافذة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنك ولا ينزفون وفاكية مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منغود وظل ممدود وماء مسكود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهم إن شاء فجعلناهم أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمون وحميم وغل يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِوَامًا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِوَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوسُونَ أَوَآبَاءُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعَلُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّمَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَ الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينَ نَحْمْ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْمُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْمُ بِمَسْبُوطِينَ على أن نبدل أنفالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحَرُصُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْ لَهُ حُطَامًا فَغَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ لَحَنُ مَحَرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنْزَلْتُمْ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعْلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشِكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنْشَأَتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعْلْنَاهَا تَذِكِرَةً وَمَتَاعً تَعَلِّ الْمُقُوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمِ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَقَرُونَ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْ تُنْبِرُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنْتُمْ حِنَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْ لَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلُمْ مِنْ حَمِيمٌ وَطَصْلِيَةُ جَحِيمٌ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن إن تفاوت فارجع البصر إن ترى من فطور ثم ارجع البصر كوتين ينقلب إليك البصر خاسئا إليك البصر خاسئا وهو حسين وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيمِ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيطا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوجوا سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأككوا النذير قالوا بلى قد جاء نذير فكلبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعطل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا يتمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه تركلا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء نعين صدق الله العظيم